موسيقى 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 والسيطرة وما فيش حد تحت يلعب بدله هتكلم حضرتك هتكلم هاك عن احنا فين في الكرة دلوقتي وليه وصلنا لكده وهل احنا ممكن نرجع تاني لهذا الاداء المتميز بس عايز اقف عند بعض النقاط هكولتلي المعلقة الرياضي لازم يكون فاهم كرة كويس حضرتك كنت لعب كرة قدم أصلا ايوه انا كنت لعب في النادي الولمبي في الستينيات وخدنا الدور العام من نادي الزمالك 65-66 اعتزلنا 67 بحكم احنا زباط وقامت الحرب قلت النكسة كانت سبب نكسة فيه ولا سبب ولا حاجة ايه كانت نعم الثقة لجيش ساعتها وبعدين حصل ان الثقة كانت مش دارس كويس خصمك بلغة الكرة يعني فاتقلبت الآية بس الجميل في الحتة دي انك انت وانت مهزومة وجيشك راجع الشعب نفسه ما تقبل الأمور بانتمائية ودي اللي احنا بندور عليها دلوقتي واخد بالك الناس العساك اللي رجعت لبست البدلة تاني يوم عشان تعود مرة أخرى إلى مكانها دي الانتمائية اللي احنا عوزينها واخد بال حضرتك اللي احنا بنفتقدها دلوقتي بس هي كان لها أصول ان الحكومة والرؤساء وكل المحافظين وكل اي واحد ماسك مكان كان بيعلم اللي عنده الانتماء سواء في المدرسة سواء في الجامعة سواء كذا بس الحتة اللي احنا بنفتقدها دلوقتي الناس بتحط أمبلة مصري بيحط أمبلة لمصري بس عشان احنا في الحتة دي ما احناش قاسين ومش عاملين رضع للي بيحط الأمبلة دي لسه احنا جنتل ودي ايوة واخد بالك دي ما فيهش جنتلة لما حكم الاعدام طلع كان أقصى حاجة انك انت تبقي خاين للوطن النهاردة بتلاقي الناس تقولك أجل تلات سنين ولا أو آه فيه حتى في الأحكام اللي هي يعني بتاع اللي فيه العدل كله فيه ناس بتحللها إذن يعني الحكومة والرئيس احنا في مرحلة دلوقتي ضبط وربط المجتمع دي آخر حاجة احنا عوزينها هو عامل حاجات كتير والحكومة عامل حاجات كتير افتح مشاريع زي ما انت عاوز واعمل مصانع زي ما انت عاوز لكن ضبط وربط تحت اللي هو ضبط وربط المجتمع اللي فيه المدرسة المدرسة الوحش بعال السلامة لانك انت بتطلع لجيل وحش النظر اناقي بقى على اقل وابدأ بالجيل اللي تحت واعمل نوع من الرضع النهاردة حاولك مثال يعني ما يتشترب اللي في الشرقية انت عرفت ايه السبب مين السبب طيب خلاص طول ما انت بتغطي على الأسباب الزغير بيلعب بديله ما خلاص بقى انا سكت النهاردة ما بتعمل ليش عبره في الكبير يبقى انا هلعب بديلي وانا صغير هي دي النقطة اللي نقصنا دلوقتي بس هو رئيس سيسي ماقدرش بقى على كل دي المفروض ان القيادات اللي موجودة ها فأي حتة لازم هي تبقى يعني يعني عندها نوع من الأمانة انها زال في مصنحها في مدرساتها في كليتها وخلاص التوكشو لازم يعني يعلمهم عن الإيجابيات بتاعت اللي حصلة أنا من قيمة شمان كنت بتفرج على برنامج كده عادييني يكلموا على 6 إبريل وقبضوا انت بتكبرهم تاني خلاص احنا دلوقتي بقينا دولة 6 إبريل بتعود مع الإخوان في أمن دولة في قانون حمسكك لنما عشان انت تكبرهم مرة أخرى في برواس تاني وتقول أساميهم وكلام من ده ما يصحش خلاص احنا في مرحلة دلوقتي انطلاق حييجي يلعب بدلو في قانون وحاغبك يعني فكرة لعدم الرضوخ إلى الوضع الحالي أو الماضي نفكر شوية في المستقبل طبعا خبرة 67 لما سبت الملاعب ورجعت تاني للجيش كانت إيه أنا كنت في الاستطلاع طبعا أولا الزعيم جواني عبد الناصر جاب قائد معلش في الكلمة دي غلس قوي ما عندوش رحمة اسمه الفريق محمد فوزي هو كان مدير كليه حربية أيام ما كنا في قليل هذا الرجل ما عندوش شفقة وكان المرحلة دي كده وغدبالك يعني خل الزباط شكلوا مع العساكل في أروانا عمل قانون الزابط تسجن رجع الجيش بسرعة جدا هو صاحب الفضل الأول في ضبط وربط القوات المسلحة ثم الخمس سنين بتاعت حرب الاستنزاف ثم التدريب على العبور لو لم يكن انت قبل حضرتك الزعيم خد ثقة من الشعب مثل يتنحاشي وبعدين حط الرجل المناسب في المكان المناسب بقوة يعني يعني رجل شرس وكتب مرحلة دي لازم وغدبالك ونجح محمد فوزي في بناء جيش ثم نجح الزعيم ان هو يعيد مرة ده تانية التدريبات وكلام ده لان نجح ثلاثة والسبعين لازم نقول محمد فوزي شريك وجمال عبد الناصر شريك والتدريبات اللي كانت استمرت في العبور وكلام من ده هي اللي ساعدت الرئيس السادات في ان هو يهيأ المناخ ويعبر فاحنا عاوزين الحراك ده يعني في ايه ناس يقولك لا المجتمع لا احنا شعب كنت المحمود لما كنت شاب وبتلعب كرة في الملاعب ونجم وكبير ويعني سبت الملاعب وروحت الملعب تاني خالص هنا فكرة الانتماء وهنا فكرة الانتماء وانا بحيي حضرتك على فكرة الانتماء لانها مسألة مهمة جدا دايما يتقال يعني ايه لعقبة الكرة ترفع على المصر لا فيها صلب الانتماء المصر ده صحي كان الاحساس في المرحلة العمرية دي ايه هو طبعا احنا بطلنا وكنا طبعا ملحقين على التحاد الرياضي ومش عارفوا مدلعين وسمن عزت وكلام من ده قامت الحرب راح نقلن خلاص احنا مع السلامة انت وحدتك فين يلا هنوحدتك فين لان احنا اخر مطش لعبناه اربع يونيو سيارع وستين انا جبت جوني الفوز كان في بطولة الافريقيا على اوغندا ورجعنا عن طريق السودان مع بره رجعنا كان يوم تسع يونيو كانت الامور كلها ايه انقشعت واحنا هناك كنا بنقعد نسمع ان احنا مش عارف ولا اي حاجة الثاني يوم روحت الوحدة خدت جوابي وبقيت اروح بقى لأي قائد وانت بتاع الكرة يقول يا يديني اوحش حت ليه كده احنا اتمتعنا بقى يا عمد احنا مانناش لا اوحش حت فضلنا بالمنظر ده هو استحملنا طبعا وكان طريق دمياد برسعيد انا زبون فيه على طول كان كتيبة هناك بتبقى حرصة الساحل هناك فبالتالي يعني نقدر نقول ان حرب الاستنزاف هي فضل كبير جدا في ان الجندي المصري والزابط المصري وايضا المدنيين اللي كانوا برسعيد والاسماعيلية والسويس اللي اتهجروا باتت الانابل تنزل خلاص انت خدت عليها فالعسكري زمان ما كانش عنده تطعيم معركة بتاعت 67 واخدبالك انما لما قاعد خمس سنين لو اليهود يعرفهم ان ضربهم ده هيبقى عليهم بعد كده لان الرهبة راحت وبعدين كان ساعات بيعملوا اغارات علينا وبالتالي الاغارات احنا كنا بناخدها ونتعلمها ونعملها عليهم اذا الخمس سنين دي كان الجندي المصري قبل كده لم يكن في الفورمة بتاعته الصح فلما دخل فورمته وعانى من امور كتير جدا وقاعد في قلب الحفرة وسامع القنابل وبقى عاوز يستشد اكتر ما هو قاعد لما قالوا له تفضل روح راح وشفتي احنا عملنا ايه لما دخلت حضرتك التعليق الرياضي كنت مركز بحكم خبرة حضرتك كلاعب على مسألة تحليل الجوانب الفنية للفرق ده عمل لحضرتك مشكلة كبيرة جدا ده وقفوني كتير يعني يعني دايما كان يعني فيه مدربين انت كانت بتشتكيني فيه اندية انت مالك انت تتكلم التغيير ده صح ولا غلط انت مالك تقول التوقع يعني مرة الزمالك كان بلعب مع الاسماعيلي كان حمد امام مدير كورة فنزله حزن شحاته ومش عارف نزل مين او طلع مين حزن شحاته فانا قلت على فكرة التغيير ده هيقلب الزمالك لصالح الاسماعيلي فات غلبه راحوا تشاكلني ده بيدخلوا بيهاي يجعلنا الجمور اه لما كنت في زاعة اسكندرية بدأت تكلم كده كان عميد جوني يقولي لأ انت ازاي اعمل زي انجلترا ولكورة مع مين طبعا كورة مع مين مش بتاعتي بقى لأ الكورة بتعمل ايه في الملعب ده ساعدني حاجات كتيرة انا كنت لعيب طبعا في الملعب منتخب مصر وبعدين كنت نقض رياضي في الاخبار فكنت برسلهم من اسكندرية فبالتالي بقعد اكتب الكتاب تعمل جيد نعمان وما ادراك تجيد نعمان والاخبار ان انا لازم تكتابي صح بعدين انا كنت عوض مجلس ظرف النادي اللون بقى مين صندوقه وعود مجلس ظرف نادي سموحة وبعدين روح تتحدي الكورة عود مجلس ظرف كل دي خد كل الحاجات الخاصة بالكورة مكونات بشوف فيها وبجمع فبالتالي بقى عندي حصيلة بس خدي بالك توفيق ربنا بقى ما انت ممكن يبقى عندك حصيلة وبقاش فيه توفيق فهي دي توفيق ربنا اللي هو دائما انك انت وانت مسكندرية مع حمادة ايه مع الكابتن حمادة وكابتن ميمي وكابتن عفت انك انت تخشي في زورقهم لان دا كان بعيد تكتفتي كتير واخد بالك لانا من الاهلي ولا من الزمالك فدي ما تددكشي فرصة كتيرة جدا انك انت تلحقيهم لكن الحمد لله الحمد لله ايه حكاية مناشدة محافظة اسكندرية في المطشة دي شوفي هقولك حاجة انت بتزيعي لكمية كبيرة من الناس طبع وناس مسؤولة بتبقى عادة انت النهاردة وانا بزيع مثلا اللواء لبيب محافظة اسكندرية السابق كان عامل سلم بالكهرباء بالكهرباء يعدي في ستجابة من الهنة طب جات الاحلاج عادل لبيب حينما كان وزيرا محافظة للأسكندرية قبل ان يكون وزيرا اه وقد بقى لحضرتك فالسلم الست كبيرة تقف عليه واي حد بتعدي جات المظاهرات كسروه هل يعقل في شارع ابو اير وفي العصب وقدام قدارة المرور بتاعت المرور ان الناس تبدأ تعدي الشارع انت عارفها بات ستجابة الافات راحة جاية فبيضطر ان الاشارة تفتح وتقف لغاية لما الناس تعدي بقى اللي شاعلها مش عارف ايه واللي شاعل ايه واللي عامل ايه طب ما فيش واحد يعني مسؤول يعني يبس لديه ويقول يا ستة المحافظ او يا رئيس حي الشرق بتصلح دي بما انهم كانوا بسمعوا حضرتك فتقولت بقى تقتنص الفرصة اه طبعا يعني اسماتش اللي فات قلت النور الكورنيش مطفي يعني الزمان كان المحافظ جندري ده يعيروه يقول لك محافظ الكورنيش من كتر ما قاعد يقنصه وينظفه ويعمله وباقي بلاش ففي حاجات انت حاسة بيها كمواطن في بلدك مش عيب انك قلمتش واقف تقوليها واخدبالك فاشتطارة انك امتى تقوليها وامتى تقوليها بجنتلة والناس تتقبلها طيب عايزين نسمع بعض تعليقات حضرتك اللي كانت بتحمل خفة دم شديدة كنت بتكلم انا وضيوفي لما جدت حضرتك تقول واللي كان بشرب سجارة في البلكونة واللي كان برا البيت ودخلت للوقتي احب اقولك اننا تكتر ماشي تغييرت دي كان لها قصة كنت بزيع في قناة الاهلي وبعدين انا جوه عقر النادي الاهلي بقى يعني لازل تبقى معاها للنهار فانا ما بقولش الا اللي قدامي الفرق ساعات ايام جزيء كانت بتحرج النادي الاهلي وتجيب فيه جون في الاول فانا حاسس بالناس لاما بيتخانقوا مع بعض لاما بيطلع في البلكونة يشتب سجارة ينفس عن نفسه فلما الاهلي يتعادل او جيب جون فوز بقوله خش انتو جبتوا جون ريح او واحد دخل امبخ يعمل شاي وبتاعه يكون امبخ شغال ييجي جون او بقول اللي عمل قبات شاي جوه ودخل لسه بقوله الاهلي جاب جون فهي من سياق الحياة ومن معاشرتي في الجماهير والاهاوي وهنا انت بتقولي حاجات انا حعرف المستمع بتاع الكورة هيستقبلها ازاي تب نسمع كده وبعد ذلك حضرات حضراتك يا كابتن وقع حسن عالارض وبيقوله اتخبط في قفايا من عبد العزيز لو في اسعاد بيعمل فولات كده فلاحي امبيي وراح 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 راح احمد حسن وبيشوت كده بالجزمة الكهربائية بتاعته وعلى طول الكورة الامامية بيقص عدراتكم عندما بتروح لوحد اسمه السليتي لازم هوم الاتنين الكاتاكيل دولي لازم العباء لسديه متخصص اضاعة الكورات عنده هذه كرة تروح للسليتي متخصص اضاعة الكورة عنده اسماعيل يبني وهو يهد وكابتن عادل طاقيمة المخفوزات حضر الهوى عصام الحضر يوقف يبقر في سيون ياه على القدر والكورة الخينة ودخلت وايه بتخص في احسن العائلات ضرب غدسي فين راح فين مش عارف يا عماد سلمان مقبود عليه ولا ايه مين الماشي ورا ده هما عاوزين يطلع في الكاتر يقولك نقف ورا عماد كل شوية المخرج عيجيب عماد انو احنا طلعين النهاردة كده فيه اعلان ما حفظهولي الدكتور خدر بس انا مش عارف اوله من اخره ما هواش الكاكولة ولا الكاكولة وضربة حرة غير مباشرة على كولوبالي اللي عمل دفيرة حاجة جميلة ينك قالك ينك نتنكر ما يمشونيش ولا حاجة ويقايدوني التراك ملاغم مباحث كان ولا ايه ايه نسبة القرع النهاردة في الملعب نسبة عالية مخصي بشعبطيه ازاي بحص حضراتكم بيقوله تعالا يا ده بشعبطو وبيخربشو حاجات غريبة جدا فاولات مش في القانون ده في المسارع الحر اي حاجة زي كده غريبة جدا تلعب وقلبة وجول وجول واحد يقولي انت اكون جول ليه اقوله لازم تيجي جول واحد يقولي يعني ايه سجال واحد يقولي ايه اللي بيحصل اقول يعني واحد يقولي يعني ايه غير اللعبة واحد يقولي يعني ايه حاجبه فرقة تانية واحد يقولي هل ايه اللي حكاية اقوله واحد يقولي يعني ايه معلقة واحد يقولي طبع يعمل ايه احمد بلال سعليقات خريفة تظهر لجداً بس على تقنيك بتوع من مشاكل كتير ساعات بس يعني إيه الناس بدت يعني تتقبلها بأن نوع من الرفاهية مش لبعيب ولا بخرج عن النص ولا الكلام من ده وبتبقى في ساعتها المتخصص إضاعات الكرة دي ده انتقاط حد للعب إنه بيضيع كل المرات لا ما هو بيبقى باين قدامي يعني أنا ببقى حاسس بجمور إسماعيلي والأستاذ ده كل ما تيجي الكرة دي عنده فبقوله ما بيبنه وهو بيضيع فهيقوله لي آه والمتخصص في المخبوزات بقى يا حكيت المخبوزات ده الكابتن عادل طعيمة لما كنت هنا في دريم وكان كل هو كان في صوت التحليل مع الكابتن مصطفى عبد وبعدين كان وكابتن غندور فكان بيجي دايما معاه كارتونة كده فيها كحك وبسكوت فهم كانوا يسيبوا الكارتونة ويخش يحللوا قبلية أكل أنا كنت أجري من إسكندرية بقى جعل أكل أنا فعشان كده قلت عادل طعيمة مخبوزات هو كان فاهم يعني إيه مخبوزات واحد يقول لي واحد يقول لي إيه حكيت واحد يقول لي واحد يقول لي أنا بنبهك لحاجة حاجة يعني في حاجة في الملعب واحد يقول لي يعني فلان عدى إزاي أو أقول له واحد يقول لي الأهل يكسب إزاي أقول له يعني أنا كلام مع نفسي للمشاهد إن أنا بتجيله معلومة هو يمكن مش شايفتها في المباراة فهي ماشت كده ومن غير معرف برضه سمعت الحوار لحضرتك قبل كده قلت فيه على فكرة كل المواقف أو الإفهات الكوميديا اللي أنا بقولها أنا مش محضى الله دعية وليدة الموقف طبعا لو أنا كنت أعرف مثلا إن وقل جمع بيقوله ضربني على الأفايع يعني فاهم والله أعرف السليني ده يعني هما بيبنوا بتيجي ولا اللي كان بلعب كرة ومطلعيش كرة طلعيك مصرعة ما هو بتيجي نتيجة إنك أنت منخرطة في كرة من 15 سنة وشايف حاجات كتير وفي عبارات كرة أنا عارف في القهوة زي الناس والرجل الشعبي بيعرى عاوز إيه والرجل الجنتل عاوز إيه يعني بقول جملة أنا عارف القطاع كبير بيبقى فاهم مغزاها لكن لو أنت حضرتي ودخلتي هي بدمك تقيل لما أخذ مش حضرتك يعني إنما أنا مش عالة أقول وأقدرش أنافس حضرتك يعني أنت بتبقى على سجيتك أنا لما في المطش بأخذ أسامي اللعيبة أخذ بالحضرتك وأطلع أي معلومة من المستطيل الأخضر ما ليش دعوا بأي معلومة تانية إلا إذن كانت مهمة جدا أي معلومة تانية الناس بتقرأها في النت في الجورنان لحك من الملعب إنما أصعب حاجة إنك أنت تقولي للمشاهد المطش ماشي إزاي وتتوقعي إيه اللي حيحصل وربنا بقى يعني يعني بيبقى معايا في الحكاية دي ممكن تتوقعي تطلعها أي حاجة لكن الحمد لله ربنا بيبقى معانا في الكلام ده من خبرتك وتتوقعي المدرب حيسحب مين وحط مين وتتوقعي ممكن مثلا زي النهار ده الأهلي أنا شايف الأهلي في شوط التاني وقلت أحد خلي بالك الأهلي خلي بالك الأهلي ورأي غات لما الأهلي جاب جون واخد بالك فأنت إحساسك في الملعب وخبرتك في الملعب وكبرضه القبول والتوفيق هام حاجة الجملة الشهيرة لحضرتك في كأس العالم عدالة السماء هذا يعني دي جملة فضلت أصارة فينا كلنا كمصرين وكل ما نتكلم عن الجون ده نقول عدالة السماء زي ما كنت المحمود بكرة قال شوفي أولا تلوعي أنا والعميد الجويني كان بالنسبة لي صعب جدا العميد الجويني كان هو كبير قاله العميد الجويني يطلع كاس عالم تسعين وواحد من ثلاثة كابتن عفت وحمادة وأنا فقلت خلاص بقى حمادة وعفت دول إيه عزوة فأنا خلاص قال لي أنت أمر لا مش طالع فجئت بفاية الزوم الله يرحمه قال لي خلي بالك اللجنة اخترتك إنك تطلع عشان بتحل الكويس وبتا فأنا قلت الحمد لله ورحت مع العميد الجويني إيطاليا لحسن حظي أنا إن إحنا أبدأ بمطش هولندا هولندا دي كانت بطلة أوروبا وفان باستن بقى وريكورد والناس إيه وبعدين إحنا بالنسبة لهم يعني أجسام قليلة وبعدين لما بدأ المطش يعني الأولاد بتوعنا كانوا متمرسين مع الكابتن الجوار اللي أرحمه وعمل لهم 36 مبارات دولية فالكورة ماشية معاهم لكن أنا مش عاوز زدي لحسن تقلب في خمس دقايق تبقى مشكلة ففضلت الشوت الأول مش عايز حاجة تزود سقف التوقعات لدى الجماهير ولا ولا حتى إيه أقول كويس لإن أنا حاسي زي ما يكون إيه التانيين متربسين ولس أو بيش بس يا كابتن دا حضرتك بتشتغل كمان على نفسية الجماهير اللي بتسمعك مش عايز تعمل لها توقع النتيجة بعالي قوي بعدين يحصل إحباط عدى الشوت الأول كده وبعين نزل الشوت التاني راح ورقعنا جون كده أي كلام بعد ست دقايق رقعنا خطنا جون أه والله كيف واحد مش عابل اسمه إيه كده المهم بعد الجون دا ما تقولش الأولاد انتفضوا وبدأ جمال بقى عبد حميد عكاس على إسماعيل يوسف على شام يكن على أحمد رمزي على شبير بقى في الجون بتاعه على ربيع يعني كمية على حسام حسن طبعا على شام يكن مجموعة على جمال عبد حميد على طلبة مجموعة بصت لقيتهم انتفضوا ومسكين هولندا دا يعني شماء اليمين ويصلوا لبروكلين ومجد عبدالغاني في نص الملعب بدأت أصحى معاهم أصحى معاهم لغاية ما جيل بنالتي دا كان 38 دقيقة وانت مغلوبة فلما جيل بنالتي وتحطت جون هي طلعت لوحد جاء اني كنتي النهاردة ما تتغليبيش وان ربنا فوق ريض لك كده هي طلعت عدالة السماء نزلت على أستاذ باليرمو والأعلام المصرية ترفع والأعمال الأعلام الهولندية تغمد معرفش جبت اللغة العربية دي منين نشوف جزء من هذه المباراة عندنا جزء يا فندم لتعليق حضرته الله أكبر الله أكبر هذا هو عدل السماء عدالة السماء نزلت على أستاذ باليرمو عدالة السماء نزلت على أستاذ باليرمو كابتن محمود وحشتنا قوي البطولات هقول لي حضرتك انت شايف المدرج في مصريين لأن كان في سياس الدولة مش عيب إن الدولة تمشي وراء حاجة أمشي وراء كورة ماشي إذا كانت بيجيب نتيجة يعني فهمة يعني هيبيجيب انتماء بأي حاجة فكان في رحلات الدكتور عبدالرح الجمال الدين كان ساعتها وزير الشباب كليال البحرية طلعت لأجدمية العرية طلعت وبعدين في جماهير كورة طلعهم فنانين طلعهم فتجمع في بليرمو كمية ألافات من المصريين اديتك نوع من المعايشة معاهم في المباراة لأنك انت بيتزيع من الملعب بتتعايشي مع المدرجات ومع كلامين أصدهم من هولندا بأعلامهم البرتقاني يهوما بيروحوا أوتوماتيك كل ده فلما جيت جون وقلت كده حتى الكاميرا جات على المصريين أعلام وكلامين فالرياضة لازم تعرفي والناس تعرفت إن هي بتربي الانتماء بس لما كون أنت بتعلمي البطل الانتماء وبتعلمي اللعيب الانتماء وبتعلمي بمدرب كويس ورئيس كويس وقعده مجلز زرق كويس أنا أعتقد أن دخول الاحتراف لمصر أحد أنواع التدخل الأوروبي لإفساد الدول الصغيرة إن أنا مفرد عليكي نوعا من النظام وإنت غير قادرة ومش حتقدري إنك إنت تنفذيه ببحترلك وبفركشلك اللي إنت ماشي يبيب نجاح وقد بقى لحضرتك النهاردة إحنا بقانا كم سنة احتراف ولا أصله عمر ما في مجلس إدارة هاوي يشتغل احتراف وعمر ما في قندية ما فياش فلوس تشتري لعيبة فأصبح سمك لبن طمر هندي لمتي علمتي الولد انتماء أصبح النهاردة النادي الأهلي فين النادي الأهلي من الكم من اللي كانوا طالين من تحت يدوبك بالشير 2-3 لعيبة يزوأ بهم هو والزمالك وكلام منه فبالتالي أنا بقول زي ما أوباما كده دخل في بلطر هما بيدخلوا في كل حاجة يوم هما يقولك إيه يعني خلي إفريقيا ديت لازم ما عندك احتراف كان نتجتها إيه إن كل اللعيبة المحترفة في إفريقيا طلعت بره هما استفادوا منهم إنما إحنا بقى لأ تطلعي بره ليه خلينا إحنا كده نخبط في بعض ونقعد نزعق لبعض وملايين تروح أوانطة وما فيش أي تقدم في لعبة إيه اللي حصل ليه مش عارفين نعمل بطولات يعني بعد الكابتن حسن شحاتة والبطولات المتتالية في كأس الأمم الأفريقية بقالنا كم سنة عندنا مشكلة في مسألة صعودنا أو في دورات مختلفة لكأس العالم الناس بقى إجيلها إحباط لا أحاول حضرتك حاجة هو من حسنة كابتن حسن شحاتة إن كان معاه جيل حلو ومدرب من غير لعيبة كويسة لما يكون إيه فهو حظه كويس إن عنده جيل كويس جدا يعني عشرين اتنين وعشرين لعيب على مستوى عالي جدا دي البداية البداية التانية حسن شحاتة كان راجل عنده ضبط وربط تانية دا المعاناة إن إحنا معندناش آه ما نجيل لك عنده قبل حضرتك عمل الضبط وربط كويس جدا كان فيه اتحاد الكرة اللي فيه سمير الزاهر أمل بس فضائي أول مرة بقى فيه فلوس الرجال الأعمال بقوا ييدوا فلوس دخل بقى جماله علاء بقى يدوا كنترول لما الناس دلوقتي ما يخش حد من الرئاسة الإعلام يطف في مكان ما يشتمش اللعيبة ولا الجهاز فحصل نوع من التمقنينة ونوع من الهمة خد بطولة في اللي كانت معمولة في مصر هنا وشوفنا إزاي المدرجات كانت معمولة بس خلي بالك الستات والبنات والكلام دا دي كاتسياسة هم مراحوش لوحديهم يعني أول مرة كده نلاقي مدرج فيه بنات وفيه دي كاتسياسة الدولة بتودي حتى لو مخرج جاب آآ جماهير آآ في مباراة آآ بطولة أفريقيا 2006 حتلامش جماهير كورة دا شباب وحاجة جميلة تفرح آآ ياخد بالك دي كانت بدايات آآ للتبشير بالتوريس إنه إنا بجمع بقى وبستغل الكورة وحاجات كده فآآ ربنا قرمنا رغمنا كانت بولادة متعسرة إنه إحنا خدنا البطولة دي بدأ إيه تشعشع بقى للمسؤولين طب البلد كلها فرحانة وحاجة كويسة طب ما إحنا نمشي ورا الحتة دي آآ فماشوا ورا الحتة دي وعطوا اللعيبة كل إمكانات كبيرة جدا جدا ربنا وفقهم بره قال لك طب تحيله قوي نروح في التالت خدنا التالت أثناء كده جاء تصفات كاس العالم فاجينا في تصفات كاس العالم عشانت عرفي اللي هي ناحية سياسة فتعدلنا مع الجزائر وغيروحنا السودان بدأوا يبعطوا أولاد حزب وطني ومش عارف فنانين وفنانات أنا بقيت قاعد هناك طب إيه اللي جاب فنان إيه اللي جاب دولي اللي هنا فكاد سياسة إنه إنت لو كسبتي الجزائر وروح تكاس عالم حيبقى إنجاز كبير لجمال وللدولة هنا بقى عندي شعبية طبعا أنت عاوز تمسك دولة بشعبيت كرة ولا شعبيت ناس غلابة ومجتمع قدي اللي كان فبالتالي ربنا مرداش والجزائر خدت ويمكن أنا كنت هناك إحنا جسمنا إن الإخوة الجزائرين ضربونا إحنا جسمناها ما إحنا كنا هناك إنه ماذا ما يكون برضو السياسة إنه كنتي لغباصي الهزيمة بأي حاجة في التلفزيون ضربونا عملونا سوونا وكلام من ده ولا في حاجة افتعل لمواقف افتعل لمواقف طب بس أنا عايزة أسأل سؤال في نقطة همانية أو في حوار حضرتك النهاردة وحاجة بتقول لي إنه إحنا حسن شاحتكا معه فرقك ويس قوام ألعيبة أه إحنا ما عندناش المهارات دي لا هنا بقى الخطأ اللي حصل إن حسن فضل يستخدمهم 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 ما بقاش في جيل تاني وجوادر تانية ما طعامش بقى خلاص فوقعهم مرة واحدة زي الأهلي كده لما وقعهم منه ثلاث أربعة خمسة كبار فهو ما طعامش ما عملش صف تاني ده اللي احتراف الخارجي بقى اللي النهاردة بيعندك اللعيب بيكسبك بس أنا شايفه خلاص نزم السوابة ماشي عمليه اقتصادية إنما أنت تقعد يتحضني في قلب اللعيب لغاية لما تمصمصي أو تجيب له بديل ما بتجيبه أو تجهز بديل لا يعني النهاردة في نادي الأهلي نجوم كتير تقدر تجيب عليها وهي دي مشكلة نادي الأهلي الكرة عمل وأداء وجهد إنما إحنا عندنا هنا لا ده ابني وده نجم ممكن يجيبها جون يفضل قاعد بقى ممكن دي لغاية لما يناشف ريق الناس طيب عايز أعرض على حضرتك بعض الصور عشان أخد تعليق من حضرتك عليها ناخد بعض الصور يا جماعة نسمع تعليق من كابتن محمود بكر عليها فين أيامي آه 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 شفتي بيه الصورة فيها زهو وفيها فرح وفيها كل حاجة جميلة فين أيامي ايه هم حاجة كانت بتميز بيبو أو محمود الخطيب كالعيب نموذج للنجم اللي بيقدر يفرد نفسه شعبيا وجمهريا من سلوكه قبل لعبه وعشان كده عايش لغاية دلوقتي صحيح ده درس للنجوم بتعلمين دولي اللي مش عارف هو نجم وبيعمل له حاجات غريبة إنما ده عشان طلع قبليه أجيال برضو فطلع بنفس المنظر وبنفس الإسلوب وعايش لغاية دلوقتي في قلوب الناس ربنا يديله الصحيح آه طبعا زكاء آه نشوف الصورة الثانية كيف تنتهر أبو زير ياريتني بقيت رأيه آه وزير آه الراجل ده آه كان بيقول الصح آه وهو وزير آه بس غلط إنه هو يعني إيه جيه عن نادي الآلي في حاجات شوية آه ايه مزيت طهر أبو زيت لما كان لعيب طهر أبو زيت لما كان لعيب كان بيتميز بنوع من التصويب آآ من بعيد وكان جيه إلى أن جات له إصابة في العضلة الأمامية بتاعت التصويب آآ كان حظه وحش بعد ما الخطيب اعتزل كان هو بقى اللي رفع الراية آآ مصيب آآ وبطل بدري آآ إنما هو من اللعيبة اللي يعني لازم حرس المرة ما يتقي شره من التصويبات سواء من السابتة أو من الحركة لكن هو كان عنده نوع من التوص شوية كده هوت يعني كده يعني أحساس بالذات آآ كتير آآ ده ممكن مغرور ما وصلش لسه لإنه أصيب في النص المتسكة لإنه هو كان تشاهل العلم بعد الخطيب الخطيب الصورة اللي بعدية ده حبيبي ده كابتن أحمد الكاس آآ ابننا في النادي الأولومبي آآ ومدرب كويس دي بقتي في أسمي ده أبو إير أنا بسميه اللعب الخلوق لما في ده الاسمه الخلوق الأول المتدين آآ ماشاء الله اللي هو أبوه علمه دول من النوبة كان معي كان معنا في كلامتين آآ بتوع النوبة الحلوين اللي الناس الأصلة اللي أعرفين ربنا كويس جدا ويعرف العلاقات الشخصية كويس جدا لشان كده ربنا كرمه هو لعيب وكرمه الغد الوقت هو ده إيه مزيت أحمد الكاس كلعيب كل المميزات أحمد الكاس وهو في الأولومبي كان بيلعب الفرقة كلها لما راح الزمالك تاه ما بين النجوم واخد بالك ودي ممكن خطأ عمله إنما هو كان نجم النجوم في النادي الأولومبي وكان أصلا بيساعد زميله فنيا وينكن ماديا كمان آآ والله فلكن موهبته الحقيقية فين؟ موهب أولا تمرير صح ألعاب هوا صح تصويب صح صنع ألعاب والله بس هو عشان مبقاش في الأهلي أو الزمالك يعني لو لابس فيه خدش حقه كرويا كما يجب وقا لموهبته لا دا عملاق واخد بالك ودي مشكلة الكرة المصرية إنك إنت لو مش لابس الزي الأبيض أو الأحمر وإنتي نجم واحد هيقول للشازي بقى ومصطفى ريدا الله أرحمه الشازي دولي كانوا في مصر في وسط الإعلام أنا بتكلم برا مصر إن فيه نجوم كتيرة جداً بدليل إنه لما تتنقل الأهلي الله في لحظة بتبقى نجم طب إيه الحكاية؟ دخلت دائرة الضوء الإعلام هو اللي ما بيعملش سبوت على لعيب الكويسة في الأقليم نشوف الصورة اللي بعدين الله يرحمه صورة كده يعني بيقول يعني إيه نقدر نقول كده يعني إيه صورة فيها جد فيها سيطرة فيها قيادة نجح إنه هو يعمل فرقة ويقود منتخب مصر عنده مقدرة إنه هو يعمل إعداد وتنظيم وكل حاجة بنفسه لما تعودي مع اللعيبة بتاع الجيل التسعينيات يحكوا عنه إزاي شخصيته كانت قوية إزاي يتعامل مع اللعيب الشرس إزاي يتعامل مع اللعيب مش عارف إيه فالكابتن الجهري راجل عمل نفسه بنفسه رغم إن الكابتن صالح سليم كان نطلعه برا النادي الأهلي إنما عشان هو راجل فاهم كورة وكان لعيب كورة بعد عن النادي الأهلي بعد لما فاز عز مالك بالأجبال وكون منتخب مصر وفضل إنه هو رائد المدربين في المنتخب المصري إلى أن افتكروا ربنا وبدليل إنه لما راح الأردن عمل سمعة كويسة جدا بتعقول عمل إنجازات كبيرة في الأردن للنادي للكرة الأردنية وبدأنا نقول يا يخسرنا الجهري الله ينعوه بس فكرة هذه المرحلة يعني أنا زعلت على الكابتن الجهري لما جاي مدير اتحاد أيامين إحنا أيام كابتن سمير زاهر وما عطلوش الفرصة إنه هو يخطط اللي في مخه فاستقلوا ومشي فخسروه شوفوا السورة اللي بعدية أبو تريكا فيه نوع من الكابتن الخطيب كنوع من التواضع نوع فيه تواضع يعني إيه بخبص شوية يعني قبل غين بحب صراحة حضرتك يا كابتن واخدبال حضرتك إنما هو نجح إنه يفرد نفسه في النادي الأهلي وعلى الكرة المصرية وحتى الآن هو نجم وضحكته كده لكنه بيقول للناس إيه رأيكو فيا أنا مش أبو تريكا فعلا أنت أبو تريكا أحدش يقدر يقول أي حاجة غير إنه هو نجم في الملاعب واخدبال حضرتك اسمه حيفضل متكرر كتير لا أنا مفهمتش حقيقة شرحت لي إن الخطيب كان متواضع بس بزكاء وحقيقة أه أه هو حبي ياخد ده من أه فهو يعني إيه ما لعباش زي الخطيب أو يعني فهمت إيه الغلط اللي هو عامل إنك الخطيب يجن أكتر ثقافة فلما كان الخطيب يقابل أي حد ماشي في السكة يطبطب يعمل يسوي يا حاجات اللي هي الثقافة الاجتماعية أو زجال الاجتماعية هو كان عاوز الحتة دي كان حيبقى بالتالي فبالتالي هو يعني وصل لمستوى نجم في الملعب خلوق برا الملعب ولكن ما وصلش إلى نجمية الخطيب على أساس إن دايما النجم عاوز صانع ليه لإما هو نفسه يصنع نفسه بزكاء لإما هو ما يقدرش يوصل للحتة اللي هو المفروض يوصل فيها زلم نفسه أم زلمه الآخرون لا هو خد كل حقوقه ده بالعكس ده هو يعني يعتبر من اللعيبة اللي بتحزبه للنادي الأهلي إنه هو لما خرج برا المستطيع الأخضر النادي الأهلي يهتز الساحر سيظل الساحر سيظل اللاعب الخلوق صنع ألعاب منقذ النادي الأهلي ولكن لازم لما نقول أبو تريكا نقول ببركاته عماد متعب طبا وفلافيو إنه هم كانوا مكملينه كانوا تكوين مموعة بالطبع الصورة اللي بعدها ده عمر جابر بقول له عمر جابر خليك في الملعب ما لكش دعب مدرجات إيه الحكاية دي بقى ما هو يوم ما حصل الناس وبتاعه وبعين هو راح للناس في المدرجات وشاوره بتاعه إنت لعيب كويس الزمالك ماشي كويس بس هو شاول اللي تهدئة اللاعبين ما ليش دعب هو كان ولا تهدئة ولا حاجة إنت ليس لعيب صغير انت مالك ولا مواليد كلها ده دي النجومية بقى ده الزكاء أنا شايف حاجة وأنا نجم وما ليش دعب بيها طب ما ليه زمال فأعتقد ان دي درس هو لقن به بحيث ان هو خليه في الملعب وهو لعيب كويس قوي أصبح أحد الأعمدة في النادي الزمالك وكويس ان النادي الزمالك احتوى مرة أخرى بعد ما كان فيه مشاكل كتيرة وأصبح هو وحازم إمام اتنين تويتو كويس مع أيمن أو مع مصطفى فاتحي فبالتالي بقول له خليك في الملعب انت نجم لك مستابع كويس هل الزمالك قادم على حساب الأهلي؟ كما يتوقع؟ ده قادم خلاص ما قادم خلاص طب ساعات فيه أهلوية يقولك طب ما عليش مرة من نفسه الله ينوك الميزة اللي عجباني جدا ان جماهير النادي الزمالك بعد مطش الحدود هي خلاص قالت الدوري مش بتاعنا بس احنا هنلعب للمركز الثاني ولعل وعسى فدي حاجة كويسة فيش تعصر ودي حاجة تحسب لجماهير النادي الزمالك ان لما حسبوها لا العملية خلاص انتهت وعشان كده أنا بقول نادي الأهلي إلعب على المركز الثاني بس اعمل تطعيم بالناشئين ما تعتمدش على ناس كتير تفضل قاعد تنشف ريئك لغاية لما يجيب لك جون أو كذا عشان لما تطلع السنة الجاية يبقى عندك ثلاثة أربعة تقدر تضيف عليهم ثلاثة أربعة تانية أنا مش فاهمة زي المفهوم ده مش موجود في كرة القدم لا ان لعيب كرة القدم بالذات معرض لأي حاجة يعني ممكن إصابة تخليه يعطي البيت شوية ايه لو نادي قايم على لعيب معين أو على اثنين ثلاثة من لعيبة طب ولو حصل لقدر الله لا هو الأندية دايما بتقوم على نجوم والنجوم طول ما هي بتدي وتعطي خلاص يوم موجود بس في أوروبا أنا براقبك أو ما بتنزلي مني أبدأ أجيب نجم تاني لأنه دي عملية اقتصادية صناعة أما إحنا هنا بنفضل غاية لما الناس تشتموا نقوم نقعدوا طب ليه كده تأذي الراجل طيب عندنا بعض التعليقات اللي بعض الشباب كان بيعملها على آآ أهداء حضرتك او بيحاول يقلط حضرتك تحب نسمعها قوي 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 طب نسمعها اه وحيتي يقولي دلوقتي هو بيقول له يمكنك أن تموت طب هو الراجل يعني يعني يعطي يروح في دهيا لا ده هو مش قصده كده يعني هو قصد كرة أجي أوفر ملعوب ودي شرر بكي مغتي ودي الراجل مغتي هو يعني الحاكة ما واجه قدامنا بيقول خمس سنين وقت بدل ضايع واحد يقولي إيه البقى ببدلة الشيك اللي التلابس هدى هو المطس ده آآ كان آآ عمل سبع دقائق خمس دقائق ما اتشفوش خالص وبعدين ماشت الخمس دقائق والراجل مش عاوز يعني ايه يصفر فقلت باني عليه حاسب خمس سنين فيعني يبدو ان في فرقة كبيرة كانت متعصرة وخاف يصفر فبقى فضل مهدد في الوقت انت قلت بالي الغات لما نطقت انا بقى قلت لازم لو هو حاسب خمس سنين مش خمس زي لما كان بيحد بيقلت حضرتك او انه كان بيزعل حضرتك في حاجة لا والله ابدا ده هو طول ما انت في العمل العام انت معرضة لأي حاجة سواء سناء او هجوم فبالتالي لو سناء كتير وهجوم قليل يبقى انت في نكحة طبيعة طبيعة يعني لما بفي حد عايش وتربى في اسكندرية بقى لي طبيعة خفة الدم وبشكل طبيعة طبيعي جدا واسكندرانية لهم و انا لما اعتمد زعب فاحنا عندنا كلام ادر وما ادرشي اه و سمعنا اه و نعمل الجامعة فكانوا بيبطلوا يا كابتن مفيش حاجة اسمها ادر لا اقول لهم لا ادر وما ادرشي وبتاعه كلام ففيه كلام اسكندراني كنت بقوله الاول كانوا بيهاجموني قالك الموزيع بتاع ادر وما ادرشي وبتاعه كلام من ده فبالتالي بعد كده اخدوا على اللغة الاسكندراني لان هي بقولها طبيعي انا مالي يعني يعني اخدوا بالك فبتبقى ساعات لغة الجامعة احنا حاجات كده في اسكندرانيا دايما يجمعهم احنا اه ادر ما ادرشي ايوب مش عارف اياه بتاع الكلام الجميل بتاع البحر ده وبتاع الانفوشي وبتاع اسكندرانية يعني عودتهم عليه وربنا سطر وعدت منهم يعني الحمد لله في كلمتين ماذا تقول للالترس اعتقد ان حان الوقت ان كل واحد عرف حجمه واعتقد ان لا يمكن الترس او اخوان يحاربوا دولة اعتقد ان لا يمكن الالترس حيفرد رأيه على دولة واخدبالك هما كانوا فاهمين دول مش محتاجين طريقة معينة بتعمل لا يا استاذ اقولك ليه اولا انت لو نقتي منهم الناس اللي استخدموا سياسيا الباقي زي الفل واخدبالك وانا بعمل دعوة من خلال برنامجك وبقول الجماهير الاهلي والزمالك والاسماعيلي الجماهير الحلوة اللي تخش مدرج وتلاقي ولد بشمروخ امسكه بلغ عنه ده مش هاخش تاني انما طول ما الاولاد بس الجماهير احنا هنعمل كده بقول ايه بقول حضرتك بعد اذن حضرتك فضلك انا نعمل مرة مش هيجي التانية لان انا انا عاوز عيش وانت بتلوث وبتلوث سمعتك فبالتالي الامن موجود والرأي العام في مدرج موجود فانا نفسي بقى في رأي عام كبير من النادي الاهلي مثلا انه يلفز الاولاد الباب ومش باب وكلام ده كله على اساس ان يعودوا مرة اخرى انه يتفرجوا على الماتش فقط خلاف كده ادي كنتوا في الاهوي و ادي كنتوا في بيوتكم وقاعدين النادي الاهلي اتضر عشان خاطر ان انتوا كنتوا الوسادة بتاعتوا والدفء بتاعوا انتوا ضريتوا النادي الاهلي في انكم مش موجودين في الملعب فالاندية التانية تجرأت على النادي الاهلي وبالتالي انت شايف كده فهل الناس المنتمية تلم نفسيها والاعلام يساعدها ويبقى فيها كبير بقى كده في المدرجات وتخش وتلفز الراجل الدخيل عليها ممكن لانه ما هيبقى كطر والامن يساعد ده ادي بقول الكلام ده للالتراس ولغير الالتراس لان احنا اصبحنا دولة ما حدش هيضر يلود راحها عندنا شرطة خلاص ويفتع رجليها وعندنا قوات مسلحة عندنا انتماء بدأ يصحصح شوية عندنا ناس زهقت بقى من مظاهرة وزهقت من ستة ابريل وزهقت من الفرقعات بس الحكومة لازم تحط ايديها تحت عشان خاطر البلطجة اللي في الشوارع والخارج عن القانون لو نقناهم بل اعتبا حلوق هسيب حضرتك تختم بتعليق هتقوله عن لعيب مصري تسمعه في الملاعب وهتقوله عنه كلمتين تعليق كأنه في مصر تعليق مصري للعيب يعني ها يعني لازم اقول تعالوا مع بعض نشوف الكرة اللي مع الخطيب دي ازاي حيتصرف او لعبها لطاهر ابو زيد وطاهر لعبها له خدها بكعبه وحطها قدامه الله ده في منتخب مصري والمغرب وحطها بوش رجل خارجي هو ده الخطيب اللي تقدر تقول عليه يعني اللعيب الكامل المتكامل فيه مباراة دولية وعصابه حديد جدا انه ياخدوا الكرة بكعبه يجيبها قدامه ويرقص اربعهم دفعين وحارس مرمى وحطها عند نقطة بلانتي يعني يكون جميل 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 يقول ان الولد ده موهبة وحريف ويعني هيعيش فيه بره الملعب وجواه ملعب زي معاوز نورتين يا كافة المحمود شكرا جدا موجود حضرتك معايا وان شاء الله يبقى فيه لقاءات اخرى وبنتبه حضرتك شكرا يا فندم انا متعايد معاهم وبنتزيع في قناة النيل قناة النيل بشكرك يا فندم ونورتنا النهاردة شكرا سعيد جدا لنا في دريم النهاردة شكرا وسعيد بدعوة حضرتك ولعل نكون احنا كنا خفافة على السادة مشاهدين طبعا دايما يا فندم شكرا بعد الفاصل مستمرين مع حضرتك ولقاءنا الاسبوعي مع الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي وبنكمل ازاي نجدد الحب حالة الملل والفطور ازاي نخلص منها في علاقتنا العاطفية بعد الفاصل